السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا مع طلابنا في اوكرانيا طلاب مصر في اوكرانيا مستخبين في المترو والضرب في كل مكان عشان كده بيطلبهم بيطلبهم سيادة الرئيس بالتنقل الفوري عدم الطلاب المصريين نشر في اوكرانيا الهجوم تعرض لروسيا ومن ايام الضرب من يوم صباح امس الخميس استغاسة لاجلاؤهم وعودتهم الى بلادهم يا رب يرجعوا سالمين ان شاء الله الطلاب في رسالة وانا عرض فيديو موجود لطلبتين بيستغيسهم وخلاص خايفين للشاحن يخلصوا كلام ده كله وفي طلاب بعتت رسال كتير جدا من احد محطات المترو المختبئين بها نحن طلاب مصريين في اوكرانيا الحرب ابتدت الضرب في كل مكان ارجوكم وصلوا صوتنا للسلطات المصرية يا جماعة كل شارف الفيديو ده في كل مكان واشار لهم في حالة راب وبيعاوزين العودة باي طريقة لبلادهم اهلنا هيموتوا من الرابع علينا واحنا خايفين والناشئ لربنا عز وجل والوضع سيء لأسوأ ساعدونا نرجع مصر لأهلنا ونرجع للدراسة في مصر كل ده بيطالب في طالب اسمه مصطف اسماعيل على صفحته هو في كله الطب في اوكرانيا بيناشد بدرورة الصراع باجلاءهم من اوكرانيا الى مصر كل ده بالتزامن مع اعلان الرئيس الروسي في الساعات الاولى في صباح الخميس بدأ عملاء اسكرية في شارك اوكرانيا ربنا يرجع ولادنا بسلامة ان شاء الله هنتابع اول باول معاكم وان شاء الله سلطات المصرية مش قاعدة سكتة كله بيحاول علشان يقدر يجيب ولادنا سالمين غالمين ان شاء الله هنتابع معاكم واحدة واحدة ونشوف الفيديو ده في كل مكان عشان كله يستفاد وفي نفس الوقت نقدر نوصلهم واسيب لكم في اسفل الفيديو كل المطلوب ازاي نقدر نتواصل معه في امان الله ترجمة نانسي قنقر